المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الأعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة بجولة تفقدية في مختلف إدارات وقطاعات وأقسام وزارة شؤون الأعلام ومنها إدارة التلفزيون، إدارة الأخبار، وإدارة الإذاعة، ووكالة أنباء البحرين حيث استمع إلى شرح من المسؤولين عن هذه القطاعات عن الدور الذي تقوم به كل إدارة في التعبير عن السياسة الأعلامية لمملكة البحرين بثوابتها الراسخة وما توليه من حرص على الالتزام بقواعد وأصول المهنية والاحترافية والمصداقية واطلع الوفد على ما تحظى به قطاعات وزارة شؤون الأعلام من تقنيات وأجهزة حديثة في مجالات العمل الإعلامي والإخباري والبث التلفزيوني والإذاعي والجهود التي تقوم بها الكوادر الإعلامية البحرينية في أداء رسالتها الإعلامية التي تدعم جهود مملكة البحرين التنموية في مختلف المجالات وأشاد الوفد بما تتميز به مملكة البحرين من رسالة إعلامية رصينة تقوم على أسس تدعم التقارب والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء منوهين بما تتمتع به الكوادر الإعلامية البحرينية من مستويات عالية من الكفاءة والتميز أن الإعلام السعودي المتواجد ضمن المرافقين لسموه السيدي ولي العهد أظن أن وجودهم والتقاهم بزملائهم الإعلاميين في مملكة البحرين والزيارة التي نقوم بها في هذه اللحظة لتلفزيون البحرين وإذاعة البحرين ثم اللقاء الموسع بين أعلامي البلدين في المساء يمثل كما ذكرت نقلة نوعية في التكامل وفي تبادل الخبرات وفي الاستفادة كل طرف من الطرف الآخر في وضع الإعلام السعودي البحريني على سكة التطور الدائم والمستمر شرف اليوم أكون بين أخواني في وزارة الإعلام ومنظمة الإعلام البحرينية طبعا هذه الزيارة تأتي امتداد للوفد المرافق لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحفظ الله أهمية زيارة منظومة الإعلام والتوأمة بيننا وبين وزارة الإعلام البحرينية ووكالاتها بأهمية التوأمة وأواصر الأخوة اللي بيننا كشعبين فهذا اللي نطمحنا بإذن الله سمو ولي العهد في هذه الجولة لديه مشروع أولا يقوم على تكاتف ووحدة دول الخليج نحن نعرف في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة الآن لا مجال إلا للقويا والقويا هو بعملية التكاتف والتحالف بين دول منظومة مجلس التعاون الخليجي هناك أكثر من ملفات الآن مهمة تقودها السعودية وشقيقاتها دول الخليج سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي وأعتقد أن هذه الزيارة ستكون نقطة مفصلية في مشروع التعاون والتنسيق بين مجموعة الدول الخليج ترجمة نانسي قنقر